مشكلة كبيرة قوي ومشاكل كتير قوي حاسة بيها ستات ومش بس الستات كمان الرجالة يعني الشكوى بالجنة من الستات ومن الرجالة خلينا الاول نتكلم على الستات الستات بتقولي حاجة توجع القلب ايمان انا مش عارفة انا حياتي ماشية ازاي انا الناس بتشوفني بتحك ومبسوطة وعيشة حياتي وبنزل صور انا وجوزي وكأننا يعني اسعد من كده مفيش الحقيقة بقى المرة اللي انا عايزة اقولهالك ان انا مسعيدة خالص انا وجوزي ما بقيناش زي بعض ما بقيناش زي زمان جوزي بيتكلم معايا بالعافية وبعدين انا بقى لي فترة ايمان بحاول افكر في قرار الطلاق ومش عارفة انا صحة ولا غلط انا هقولك بصراحة انا حاسة باي المشكلة ان هي طول الوقت حاسة ان جوزها ما بقاشي حبها زي الاول ما بقاش فيه ما بقاش ما بقاش فيه بينهم لغة حوار ما بقاش فيه كلام اصلا ممكن يا ايمان نقعد في البيت بالساعات والساعات ما بننطقش لا هو بيتكلم ولا انا بتكلم هو ماسك تليفونه طول الوقت وانا باله نفسي غصب عني وببينله ان انا ملهية شوية في المطبخ بعمل الاكل وشوية مع الولاد وشوية بتفرج على التلفزيون لكن انا امتبع كل حاجة وحس بيه وببصره كده من تحت لتحت بحس ان هو في عالم تاني خالص عايزة حياتي تستمر وعايزة حياتي ترجع زي الاول نفسي بقى مبسوطة الناس بتشوف صوري بني قدمة لكن انا على الحقيقة بني قدمة تانية خالص يعني احيانا بحاول اداري حزني ومشاكلي بتضحكة بالكلام اللطيف مع الناس او في شغلي لكن الحقيقة ان احنا بتدينا بقينا عايشين في صمت زوجي ويمكن زمان كانوا بيقولوا عليه خارس زوجي ودلوقتي بقى احنا بنقول عليه الطلاق الصامت يعني انا عايشة انا وجوزي في نفس البيت بس لنا ليه دعوة بي ولا هو ليه دعوة بي يعني حتى ببقيتش يقدر اسأله انت رايح فينه وجاي منين غيرانة بس سكتة وكبتة جوايا لو اتأخر برا البيت ما بقدرش اتكلم بحس ان هو مش طايق لكلمة ويمكن دايما كلمة مش طايق لكلمة انت فين مش مهمة انا جاي طب اعملك ايه اكل اي حاجة اي حاجة طب الولاد بسألوا عليك طب ويهي المشكلة يعني خليهم يخلصوا مذاكرة ويناموا الموضوع بقى صعب انتوا عارفين السيد اهم حاجة في حياتها بيتها ولما بتحس ان الامان ده والسند ده بيتهز هي بتبقى في حالة حيرة وحالة حزن وحالة عدم استقرار يجننها طب اعمل ايه اول حاجة بتيجي على بالها انهم ما بقاش يحبني زي زمان يمكن انا قدمت بقى خلاص يمكن يعرف واحدة تانية غيري طب ايه اللي انا عملته طب يمكن انا اتخنت شوية يمكن انا مهملة شوية في نفسي وتفضل الست تسأل نفسها اسئلة طب وانا عملت ايه يعني بتفضل تجلد في ذاتها في حاجات هي ملهاش اي دعوة بيها وحاجات مش مسؤوليتها اصلا طب يمكن طب يمكن ما بقيتش اهتم بيه طب يمكن تخنت طب يمكن انا بهتم بشغلي اكتر طب ايه اللي خلاي يتغير طب عرف واحدة تانية غيري طب مين اللي قلبه طب يمكن صحابه بتفضل اسئلة واسئلة واسئلة وتلاقيها ماشية كده ايه مساهمة مالك يا بنتي ما فيش قاعدة في شغلها مش مركزة حتى وشها تلاقيه شاحب ومكتئبة وسكتة طول الوقت الاول كانت شخصية فرفوشة كل اصحابها يحبوا يخرجوا معاها ويتكلموا معاها ويستشروها وقالوا انتي فين ونروحوا نيجي تليها هديت اتهدت مالهاش نفس تعمل اي حاجة الحزن باين في ملامح وشها بس مش عارفة تاخد قرار هل اطلق يبقى قدام الناس كلها ان انا خلاص مش قادر اكمل ولا نكمل في بيت واحد ونبقى اسمنا متجوزين قدام الولاد لان فيه ناس كتير قوي بتفضل مكملة يقولك احنا بص احنا اللي بيننا كده خلص لغاية دلوقتي العاطفة والمشاعر لكن احنا هنكمل في نفس البيت ومتجوزين وكل حاجة بس عشان خاطر الولاد طب هل ده قرار صح يعني ان انا كمل وصمت زوجي وطلاء طلاء يعني شفوي هو ما بيحصلش على ارض الواقع بس شبه متطلقين عشان الولاد وعشان نفسيتهم طب يعني ما تفتكروش ان الولاد مش شايفين كل حاجة وامتبعين كل حاجة وحسين بكل حاجة اكيد طبعا على فكرة هي الرجالة كمان بتقول نفس الكلام انا مش عارف اطلق وامشي ولا اكون زلمتها طب ولادي طب والبيت اللي انا شئت عليه يعني دايما الراجل اللي شئي في بنا البيت ده وشئي عشان يعمل بيت ويتجوز ويخلف بيبقى مش بالسهل ان هو يهدم البيت ده بس برضو بيقف في حيرة نفس الحيرة بيقف فيها الراجل هل اطلق وامشي اشوف ساعاتي مع واحدة تانية ولا حرام عشان خاطر الولاد وشقاية وفلوس دي كلها اللي انا حطيتها في البيت قرار صعب الست والراجل بيقفوا الاتنين كده في خانة الياج نعمل ايه؟ نفضل في الصمت ده نفضل في الصمت ده طول الوقت وهو يعيش حياته وانا اقبل بالامر الواقع ولا اطلق وامشي ولا ايه اللي خليني استنى يعني في حاجات انا لازم احسبها لازم احسبها عشان اكمل عشان خاطر الولاد ولا راحتي النفسية وراحت بالي لان برضو على فكرة الراحة النفسية دي حاجة كبيرة جده يعني حاجة عظيمة يعني في الزمن ده اشتركوا في القناة